يعني الأحاديث التي جاءت في ذكر أعمال معينة تسبب دخول الجنة يعني منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة منها قول عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري بأبي إبراهيم عليه السلام فقال لي يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني الأرض صالحة للزراعة وأنها قيعان وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الحرص على الذكر من أسباب دخول الجنة يعني الإنسان يقول ابن القيم رحمه الله يقول الأحاديث التي جاءت في ذكر أعمال معينة تحدث لك في الجنة غرسا أو تبني لك بيتا يكون لك أحقية الدخول أكثر من غيرك لأنه عندك ممتلكات في الجنة إنما يتقبل الله من المتقين فإذا جئت أنت يوم القيامة ولك في الجنة غرس ولك في الجنة بيت ولك في الجنة كذا فيكون هذه الأشياء مهيئة لك أن يتقبل منك وتدخل الجنة لأنك عندك ممتلكات وأنت في الدنيا بنيت في الجنة بيوتا وغرست غرسا ونحو ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غريست الله وناخرسته في الجنة وعند الترمذي وصح والألباني رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ كل الله 11 مرات بنى الله له وبيتا في الجنة الحديث أيضا عند البخاري من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه القطاه طير إذا أراد أن يبيض جاء العش لا يحفر في الأرض ويبيض في الأرض يدفنه ويمشي فإذا فقط سبحان الله طلع وطار ولو كمفحص قطاه هي تفحص في الأرض تحفر دليل أن المسجد حتى لو كان صغيرا يقبل قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له مثله في الجنة وفي رواية بنى الله له بيتا في الجنة أيه كذلك من صلى في حديث بن عمر عند مسلم لا يقل من صلى الله في يوم 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة هذه تأخذ فيها السنة للرواتب نعم هي السنة للرواتب أن يصلي ركعتين قبل الفجر واربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء 10 ركعة الذي 12 ركعة في حديثهم السلما وحديث بن عمر أيضا الذي يحافظ على هذه الركعات بإذن الله تعالى يبنى له بيت في الجنة هذه الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حديث بلال لما قال عليه الصلاة والسلام يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت صوته حشفة خشا عليك في الجنة يعني صوت عالك و أنت مجي في الجنة فقال بلال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي إلا أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين فالوضوء طريق للجنة نعم الوضوء كذلك الصلاة بعد الوضوء ركعتين وضوء عموما الأكثر ركعتين وضوء شيخنا هذه في كل وقت نعم هذه تعتبر من دوات الأسباب لو توضأ الإنسان في أي وقت ليقرأ قرآن أو كذا و أراد أن يصلي بنية أنها ركعتين الوضوء هذه يعني جازة له ذلك لأنها من دوات الأسباب المقصود أن الاكثار من العمل الصالح عموما هذا يعني يرزق العبد قربا إلى الله تعالى قربا متواصل و بدن الله تعالى لكم من أهلهم نعم سؤالين لازم نخوضهم كذا على السريع ماذا للمؤمنة في الجنة دائما نحن الحديث الحور العين ما للرجل فما للمؤمنة للمرأة أحسنت هذه أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال و ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما لها و سألته بعض الأسئلة من ضمنها أنه قال عليه الصلاة والسلام إن فضل المرأة المؤمنة في الجنة على فضل الحور العين كفضل الظهارة على البطانة ظهارة الثوب على البطانة يعني الآن ظهارة الثوب هو الثوب اللي أنا لابسه البطانة هي اللي تلبسها تحت ولذلك تجد الآن مثلاً الثوب قيمته كذا بينما اللي تحت تسير الكسروال ب10 ريال 11 ريال وفنيلة ب7 ريال 8 ريال لا تهتم تقول لك لا والله أبغى فنيلة ب250 ريال لكن لما تعطي عند الثوب الشيء الظاهر هو الذي يتكلف فيه الناس حتى الآن النساء إذا لبست ثوء إذا أرادت تفصل فستان مثلاً العرص تلقى القماش اللي في الظاهر يمكن البطانة ب5 ريال المتر بينما هذا المتر يمكن يصل 200-300 ولا ألف ولا أكثر فيقول عليه الصلاة والسلام أن فضل المؤمنة التي صلت في الدنيا وصبرت وتقربت إلى الله تعالى ثوابها في الجنة ومنزلتها ليس كمنزلة حورية أصلاً خلقت للجنة أصلاً يعني لا نقول والله أنت دخلت الجنة لأنك كنت من أهل الصلاة وأهل الصوم لا أصلاً أنت خلقت لأجل الجنة كما أن الولدان خلدوا لأجل يكونوا خدم في الجنة فكذلك المؤمنة التي عملت لا يساوي الله تعالى بين هذه وهذه نعم فلهم فيها ما يشتهون نعم لهم فيها ما تشتهون أنفسهم وتكون الجنة طبعاً يعني الله تعالى يقول من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى فلنحينه حياة طيبة وذكر الله تعالى في آيات أخرى أن المؤمن وأن المؤمنة كلاهما وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار لأن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلات المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الآيات تخاطب المؤمن كما تخاطب المؤمن إلا أن الإشكال الذي يقع عند بعض النساء أحيانا تقول ذكر الله تعالى في الجنة وصف الحور العين طيب ليش ما ذكر للنساء مثلا رجالا من شأنه مثلا الحسن والجمال وكذا فنقول هذا الجواب أول شيء أن المؤمنة نعيمها في الجنة أكثر من نعيم الحور العين وهي أجمل منهن الأمر الثاني أن الله تعالى ذكر أنواعا من المتاع في الجنة ذكرها الله تعالى في القرآن مثل ما تلا الشيخ إبراهيم قبل شوي هي الرجال والنساء نعم هي للرجال والنساء والرجل إذا ذكر له يعني المرأة والاستمتاع ونحو ذلك اشتاق إلى الجنة أكثر بخناف المرأة أن يذكر لها مثلا رجل في الجنة وهو سيكون لها وهو سيكون لها من المتعة والخير في الجنة والنعيم العظيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن كما أن الرجل يكون له متع في الجنة التي ذكرها الله تعالى في القرآن كذلك هي عامة لرجل المرأة نعم نحن هذا البرنامج ليالي الوفاء مرتبط كذلك بالمركز الخيري لتعليم القرآن ولعل من أيسر الطرق إلى الجنة الصدقة نعم والله أنا الأخوان قبل شوي سروني والله وذكروا لي أنا زرت بعض المناطق ووجدت أن المركز الخيري لهم مناشطة كبيرة جدا يا أخي يعني ما شاء الله لهم مناشطة في المساجد لهم مناشطة في دور تحفيظ القرآن وهم لا يكتفون بس بتحفيظ القرآن بل لهم أيضا مناشط تحفظ القرآن وتفسر وتعلم القرآن وتفسيره وعلوم القرآن وغير ذلك وخيركم أن تعلم القرآن وعلمه عندهم عدد كبير من مشاريعهم قبل شوي يعني أحدثوني عنها أجزاءهم الله خير دون نسائية مجمعات قرآنية لتحفيظ القرآن مدارس شرعية في السجون لتحفيظ القرآن مدارس للرجال معاهد للنساء معاهد إعداد معلمات رياض الأطفال أيضا أيضا عندهم يعني تعليم الترتيب هنا مؤشرات التمييز شيخنا آخر الصفحة أي نعم أعداد أي ما شاء الله أعداد المشاريع عدد المستفيدين كلهم والله بالآلاف رسال في المشاهدين 77 ألف وكذا فأنا حقيقة أوصي الإخوة المشاهدين بدعمهم يعني سواء من الزكوات أو من الصدقات أو من كذا هم يستحقون مثل هذا طبعا عملهم خيري بالمناسبة يعني اللي يدرس ما يدفع فلوس نعم هم عندهم حسابين حساب للزكاة هذا غير وقف الوفاء يمكن عادة الإخوة يطلعون على الحين نعم أما الوفاء هم عندهم وقف ينشئونه نعم عندهم وقف جزاهم الله خير ويمكن الإخوة عادة يطلعون أيضا أرقام الحسابات أنا والله أدعو لدعمهم الإخوة يعني جزاهم الله خير معتنين فعلا بالقرآن وليس فقط في الرياضة عندهم يعني في عدة مناطق أيضا لهم دعم جيد فيها ولهم عملا طيب وأيضا الغريب أنه يدرس عندهم أطباء نعم ومهندسين ويدرس عندهم وعساكر ناس أحيانا عمارهم تعدد ستين ويجي ويداهم أظن بعضهم يدرس سنتين وبعضهم أربع سنوات يدرسون ليس كل أيام الأسبوع نعم لهم طريقة معينة بحيث أن يدرس ساعتين مثلا كل يومين أو كذا حيث أنه يستطيع أنه يوفق بل يقول للإخوة يقولون أحيانا بعضهم أطباء ومرضين يطلع من المستشفى ويجيون على طول للدورة فهو بلا شك دعمهم جزاهم الله خير في ثلاثين ثانية من أعظم ما في الجنة نظر إلى وجه الله لكن هذه نريد نخصص إلى حلقة كاملة ويش تقول كرسالة أخيرة الله المستعان والله يا أخي نسأل الله أنه يعني يقول ابن القيم أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه سبحانه وتعالى فأعلى نعيم أهل الجنة ولذلك بينما أهل الجنة في نعيمهم سطى عليهم نور من فوقهم فيقول الله تعالى يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألسنا فيما نشتهي ألم تعطينا فيقول الله تعالى بلى لكن لكم عند الله موعد تعطيكم فيكشبوا الحجاب عن وجه فينظرون إليه فلا ينصرفون إلى شيء من النعيم ما دام ينظرون إليه سبحانه وتعالى فهذا أعظم النعيم نعيم أهل الجنة كما قال الله تعالى وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنة اللي هي الجنة وزيادة وشي الزيادة؟ زيادة نظر إلى وجه الله تعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله صلى الله عليه وسلم رفع الله مقامك أشكرك شيخنا في ختم هذا اللقاء تقبل من نوم نسعبك في لقاءات قادمة بإذن الله الله يبارك فيك وكون في ذلك هذا الحديث ترجمة نانسي قنقر